نتواجد الآن في ولاية جعلان بني أبو علي وتحديدا الأجواء الآن أو منذ الصباح كانت تشهد أمطار متفاوتة الغزارة لعلي ينبغي أن أصف الغطاء السحابي الآن وهو تقريبا بنسبة 60 إلى 65% هناك ظهور إشعة الشمس وبالتالي ترى الصورة من خلفي وأن كثافة الغيوم خفت الآن في المنطقة التي نتواجد بها لله الحمد لم تسجل أي انقطاعات في شبكات المياه وكذلك في شبكات الاتصالات على بعد 500 متر من مكان تواجدنا الآن يتم إصلاح آخر عطل لأسفل خط أو خطوط الكهرباء الموجودة في المحافظة وبالتالي تم التعامل مع 15 حالة من حالات انقطاع التيار الكهربائي أيضا من خلال تحركنا من ولاية صور هذا الصباح إلى ولاية جعلان بني أبو علي هناك حركة حدثت في أو انفراجة حدثت فيما يخص حركة المركبات على الطرق وين كانت بالطبع ليست سلسة إلى الحد الكبير بسبب التجمعات المائية في بعض الأماكن وكذلك جريان الأودية في بعضها الآخر إلا أن حركة المركبات عادت على الطرق بشكل جيد وهو مؤشر على خروج الكثير من الناس في هذه الأوقات للاستمتاع بالأجواء رغم وجود محاذير من المجازفة في عبورها في حال ارتفاع مناسيب المياه جراء الأمطار المتوقعة في قادم الوقت محمد لكن عموما اليوم هو يوم تعليق للدراسة بالمدارس وكذلك المؤسسات تعليمية الأخرى على ذلك الموظفون مستخدمون طريق وجميع من يتحرك لقواء الحوائج المختلفة في مختلف الأماكن هنا يتحركون ويستخدمون الطرق بشكل أفضل مما كان عليه في يوم أمس بعد ذلك الأجواء جميلة حركة الرياح أو حركة أو لنصف الجو لنقول أنه ممتع في هذه اللحظات بالإضافة إلى الأجواء على أنها خفت نسبة الأمطار في هذه الدقائق محمد جميل جدا أجواء رائعة جدا تعيشها ونعيشها كلنا في السلطنة الزميل العزيز يعقوب بن يوسف البلوشي